اشتركوا في القناة من تقدم مضطرد يجسد مدى حرص البلدين الشقيقين على تطوير مجالات التعاون وتوثيقها بما يحقق المصالح المشتركة واكد سموه ان العلاقات بين مملكة البحرين ودولة قطر الشقيقة تشهد زخما كبيرا بفضل ما تحظى به من دعم ورعاية من قيادتي البلدين منوها سموه إلى أهمية العمل من أجل توسيع أطر التعاون الثنائي بين البلدين ارتكازا على ما يربطهما من وشائج قوية ووحدة في الهدف والمصير وأشار سموه إلى أهمية الدور الذي تقوم به المجالس التشريعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دعم جهود التنمية الشاملة التي تشهدها دول المجلس وتعزيز قدراتها في مواجهة مختلف التحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية التي تمر بها المنطقة ونوها سموه إلى أن زيارته إلى دولة قطر شكلت فرصة طيبة للالتقاء بالأشقاء والتباحث معهم في كل ما يدعم مسيرة التعاون الثنائي المتميزة بين البلدين على كافة المستويات مشددا سموه على أهمية تكثيف الزيارات واللقاءات بين كبار المسؤولين في البلدين لما لها من أهمية في توطيد أطر التعاون وتنميتها على وجه يحقق المنفعة للبلدين والشعبين الشقيقين من جانبه أعرب رئيس مجلس الشورى القطري عن خالص شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر على ما يليه من دعم لكل ما يسهم في تنمية العلاقات بين البلدين الشقيقين مؤكدا أن زيارة سموه تجسد عمق ما يجمع بين البلدين الشقيقين من روابط تاريخية متينة وتشكل لبنة جديدة في صرح العلاقات المتميزة بين البلدين وأشاد بما يتمتع به سموه من رؤية حكيمة وقراءة حصيفة لمختلف المجريات على الساحتين الدولية والإقليمية في ظل ما يتمتع به سموه من خبرة واسعة وتجربة طويلة كان لها أثرها سواء فيما وصلت إليه مملكة البحرين من تطور أو في دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك على كافة المستويات